بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم حبيباتي سلامي اي своих الغاليات في juga tell you شاء الله تكونوا كامل بألف خير ليكم وحشة كبيرة 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 يتبعوني على الانستغرام على الفيسبوك هنا في التعليقات وش نقول لكم حبيبة قلبي يعطيكم الصحة لسقسيته عليا وليتحيروا عليا وإنشاء الله لا تشوفوا الشر وإنشاء الله للكم ولا عائلاتكم ولا ولداتكم وقلكم يعطيكم الصحة لسقسيتو عليا ما مع الانستغرام تاني وقلكم بارك الله وفيكم نشكركم على وفائكم على كل حال متابعة تعيطة انستغرام كنت شاركتكم ستوغي وقلت لكم راني لاتيا شوية مع التصوير راني وجد لكم في وصفات على قناة زهرة تي في احتكون ان شاء الله وصفات رمضانية ووصفات هكذا نحتاجوها الكل يوم ديقراتا ومنها ان شاء الله تكون وفية ليا تاني على قناة زهرة تي في المهم لبنات اللي شدني عليكم وصدقوني طيلة هذي الأسبوع هذا يعني حسى حاجة هكذا خصتني ممكن نكون بعيدة عليكم ونكون بعيدة انا على الجوتة على يوتيوب صدقوني نحس حاجة خصتني ميرا انا ان شاء الله رجعت معكم وان شاء الله نرجعه بقوة ونواصل معكم دائما البرنامج تاع شهر رمضان الكريم الوصفات الرمضانية ان شاء الله هكذا باش نحي عليكم الحيرة والتخمام ان شاء الله برك دعوتكم حبيبات قلبي بتيسير الأمور وبتسهيل الأمور يا الزينات يا الغاليات وشاء الله ربي سهلها علينا وعليكم وعلموا منين كامل آمين يا رب العالمي دونك رجعنا وشاء الله كم يقولوا عدنا والعودوا أحمدوا نبدأ ولا فيديو دينا هنا بهذا الروتين وشو نقولكم كيكون ثلاث ياب التصوير من اللي نخل صباح تلع شي باش ندخل ديف واحد تلليل باش نكمل التصوير كانت فترة شوية صعبة الوقت ما كانش عندي مام يعني كنتم صورتلكم وصفات ميحتى الوقت باش ندير المونتاج ما كانش المهم باش نخدم شغلي تاني ما كانش الوقت ديروا رايهم في الدار هنا كيما كتشوفوا معايا مسحت كامل الغبرة مسحت كامل لتابل ديو ولي بلوغاج لا فيدخ هادك يمدوا واحد الباريق وش نقولكم يا البنات نام الرحة تعو يعني يعطر ما شاء الله ويمدوا واحد لا بغي ينصر وعا سواء نزجاج انا مام المبل ديالي هذا البلوغ نستعمله تاني يعني ينحيلي كامل الاوسخ ويمدلي باريق هائل مام لي عندهم هادا لهاكذا القش هادا ولا المبل هذا بالهاي قلوس هذا حينقلكم مليح مليح المبل ديالكم مورا هالبنات شديد لأسبيغاتور تاعي وش نقولكم الغبرة كانت ديرا حالة يعني سلكني بزاف أسبيريت كامل الغبرة اللي كانت ومن بعد يعني تسيق دي ممكن ينطلكم كينا سبيري اتسيق ايجيني ساهل هنا كيما را كنتشوفوا معايا البنات هاد لا تاش اللي راه يتبانا كنتشوفوا معايا مع لا بايش وش ديروا في هاد ديراري شديد هادا لغاج ديتاشان هادا يعني سنبخذوا جديد البنات راني نجرب في هاد اليامات شوفوا البنات كنت جربتوا على الحوايج مقبل ما نغسله ما كنتعرفوا الديراري بزاف يعني طاشي والحوايج كنت نديرو في الحوايج ونخلي هاكدك 11 دقايق ونبعد نرميهم داخل لاماشين يعني ستقوني تهنيت كامل من هادو 13 والبوقع مام هاكدك تكون طاش اشوفوا في الطابي هاكده ولا في الفوتاي ولا يعني قولي يولي نزرزق ونجيب لاب روس ونحكو كامل عني نستعمل هادا برك لغاج البنات نحطو على اي بوقع وين ما تكون عندي فالتاب في الفوتاي كما قلت لكم ولا في كاش لغيدو ولا ونبعد نجيب رك هادا كلو شيف انتاعين يكون اميد يعني يكون مشمخ ونعصر مليح مليح ونحي هادك الطاش اكوش طولات تكسير تاو جايك شو لكم انموس مام ريحة تاو عطرت الدار ولا عطرت مبدئيا لسالون سبقت فيه هو اللول عطرت وكامل بلوغاج هادا اليوم استعملت هادا اللي مخدم بالزيوت الاساسية اللي تبعت فيها الطاقة والحيوية هكذا باش نقدر نكمل الشغلي اللي في الدار هنا كنت شوفوا البنات الباريق كيما قلت لكم يعني يمز نقا هي اللي كان يبقى كيما يقولون نسزبا دوك البنات هنشارك معاكم مفطوري هنا اخذت نجرة ديالي وللقدرة تاعي درت فيها الماء عطرت هادا الماء بوريقة تعرنت وفورت شوية بطاطا درت لها شوية ملحم الفوق هكذا باش ما يعني ما طيبش صامتة من جهة واحد اخرى اخذت هاد لكوكو تاعي صغيرة درت فيها شوية زي تحكمت هنا يا حباب سلمة وسط في الحجم قطعت هكذا كيما را كتشوف معايا شرائح بالطول دوك نفرش قبل هكذا طابقات على بصل ومن الفوق كان عندي هاد الفلفل الحمر حتى هو قطعت وغير هكذا شرائح ممكن تعود ه بالفلفل الخضر ومن فوق بعد حطيت قطع تاع الجاج لي كنت تبلتهم ما درت لهم العكري توابي الخاصة بالداجاج تاع باب الدكان لي شاركتهم معاكم درت لهم شوية تاع الحار درت لهم تهم بودرة تانية تاع باب الدكان هاي لها بزاف وبنينة ودرت لهم فصوص تاع التهم تانية زيادة لدرت ها ان شميز هكذا باش تحرق ومدرت حتى قطرة تاع الماء يالبنت هادا الجاج رح يطيب غير في الماء ديالو والماء تاع البصر اغلقت على كوكوت مينوت ديالي غير شوف وطلعت هذيك العفسة الصفرة وبدت تصفر نقصت لها للنار وحسبت لها اربع ساعة هنا بعد اربع ساعة شوف حلت على كوكوت مينوت الجناخيات في نفس الوقت البطاطا هذيك رحي خلاص طابد اهنا نحن ديالها ينبورين رفقها معاها هذيك الجاج المحمر فلا كوكوت مينوت بلا ولا قطرة تاع الماء كي مشتو وكي ما درج فيه الماء يعني صدقوني طاب بزاف ابنين على خطرة طاب غير في الماء ديالو هذيك وهي هاكدك سخونة يعني درت عليها دورة بلوباتر وتحصلت على واحد لابيوري وشو نقولكم بيان ليس ويعني قاوم بزاف هاي مم يعني ما تجيش معلكة ولا هذيك شغل إيلاستيكي وهادك الجاج كي ما كنتشوف بهذيك الصلصة الخطرة يعني وصفة من أروع ما يكون لبنات هذي وصفة من الوصفة التانية يحتاجوها بزاف في شهر رمضان الكريم وصفة خفيفة وبزاف بنينة وسهلة في التحذير ديالها خاصة بالنسبة للنساء العاملات تدخلي العشية يعني ما تتحصلي وش طيبي تقدري تسلكي روحك بهذا الوصفة هذي وراك تشوفوا في هذا الجاج كيف يجي محمر ويجي معسل والبنات من أروع ما ياكم نقول لكم خيتي جربوها بهذا الطريقة هذي رح تجي بزاف بنينة ونقول لكم تاني شاهد في الصحة شاهد في الجنة خيتي واللي راه حيرة وش طيب ان شاء الله تكون خدت فكرة على هذ الوصفة هذي وان شاء الله هتجربها لكو كوت مينوت اللي استعملت هم ولي طيبت فيهم اليوم اللي فورت فيها البطاطا واللي طيبت فيها الجاج هاي لك هنا لاماك السب الغانية عن كل تعريف اكو شتوها يعني كيفاش مقريف فيا في الكارتون 18 20 10 10 سين يجو فيها زوج راه سي بياس كي ماشتو هاي لك هنا يا جي بالغلق تحالي بزاف شباب بخاتي بل بزاف يعني من أسهل تعلي كوكوت في الغليق ديالهم ميكانيزم تح بزاف شباب دور اللي تفتح دور اللي صار تتغلق فيها تخو سي سي كوريتي يعني الأخوات اللي خاف هاد لكوكوت يعني متخاف وش كامل راه إن كوكوت مؤمانة كي مقود كم لغليق و الفتح تح يعني سهل بزاف عندو واحد لابغيانس ما شاء الله كوكوت تاني ممكن ترفضوها تحسوها تقيلة هاي اللي كان لامارك الساب كي مقود لكم مقريف يا ديز ويت سور ديستان ستيل مام القاعدة ديالها كشغل مرتفعة يعني جي معها هاد الغطاء تعزجاج دونك فيها لغطاء تعلى كوكوت وفيها لغطاء تعزجاج تمتم يفور لنا الحاجة سواء خضر ولا طعام ولا رشتة ولا تخجوخة يعني هاكدك تكون طيبة في المرقة تاعك الرشتة تاعك ولا اي حاجة رايحة تفور فوق هذي المرقة وهذي الصغيرة دونك الكبيرة رايحة ستة لتر والصغيرة تعرب عالتر تاني الكسكاس يجي عليهم في زوج لغطاء هادك نقدرون نستعملوها كون فخيتوز وكيما قدكم نقدرون نستعملوها تاني كشغل كسكاس نفورو به الخضر وهذي عفسة اللي كنت انا اختار رحتها لكم لكم انتوما باش تستغلوا هذي الكسكاس وانشاء الله مام لي عندهم هذي الكسكاس ورام حاصلين ولا حيين واش يديرو به انشاء الله الفكرة اللي شاركتها معاكم تنال اعجابكم هذي الكوكوت هذي وفرتها لاباج المتعلقة خالد الكتروميناجي راهي بخوموسيون البنات كيما يقولوا مابقاش لرمضان انشاء الله لي ما زال ما ما شراتش كوكوتا ما تلقيش احسن من هذ الكوكوت بهذا السعر هذا هذي البنات كانت تدير زوج ملاي وثمانمية وذو ك لاباج خالد الكتروميناجي يعني وخمسمية وثمانين الف والتوصيل اللي راهم هنا في العاصمة راح يكون مجاني اما باقي الولايات راهو سبعين الف تخفيضة حصرية يعني لكم تومة متتبعات كويزين سامير ديزاد هذي الكوكوت تاني بش نقولكم البنات عند هذا من تلت سنوات انشاء الله لي ما زال ما كسبتها تكسبها وذو كان رحول تحلية الباردة الرمضانية لاني رايح نقترح عليكم اليوم انشاء الله هنا كما كشفوا معايا البنات في الويعا ديالي حطيت حوالي 400 مليلتر تاع اللاكخامفخاش لي تكون هذيك تقيلة يعني الخاصة بالحلوية لازم تكون باردة مليح مليح زتلا هنا زج قيطة تاع الجبن الابيض مع علبة تاع الفخوماج ديغيجيم هذك لي تباع في المحلات ونزيدو لها مغرفة ولا زج مغرفة معمرا تاع سكر غلاس لانو كما لابلكم الجبن يكون شوية بالملوحة لا كخام هذيك السائلة ولا لا كخام مفخاش هذيك يعني راه يمسوس ما فيها ش الملح الفورماج تاني اللي استعملنا فخوماج ديغيجيم حتى هو تاني مسوس دنك نزيدو شوية تاع سكر ناعم هكذا باش جينا فيها شوية لحلاوة نضربو مليح مليح بلو باتو حتى نتحصلوا على هذ القوام الكريمي اللي كنتشوفوا فيه هنا معايا هنا نخلط بلا سباتشول باش يعني نجبد الجوانب وكل مكونات تندمج معا بعضها البعض هكو شتو يعني ما تحتاج لا طياب لا فورن لا والو واللي ما لقاتش هاد الكريمة السائلة الطازجة هادي تقدري تعوضها بالغبر الشانتي اليوم هاد الكريمة درتها بالذوق تعال فخاز هنا كانت عندي كمية تعال فريزة اللي قطعتها هكذا مربعات صغيرة وخلطها معاهم انتوما هنا لبنت نحو شوية من الكريمة قبل ما تخلطوها معا لفخاز باش امباد في الاخر نحتاجوها للتزيين لانو انباد نحي نجوزوها في الابوش راي راي حا تجوز النا هنا نحتاجو كمية قهوة سريعة الدوابان ولا قهوة بقات الكم ولا نحتاجوها ونحتاجو كمية تعليب ودواغ ونحتاجو شوكولات طلي اوبتيلا هنا نجيب بابي فيلم لبنت نفرشوه فوق مكان العمل نجوزو لبودواغ دي ون في القهوة هاديك تكون باردة لبنت ما تكون ش سخونة كما كتشوفو معايا نغطسوهم برق وتمتم نجبدوهم باش ما تلقوش رحم ولا نحتاجو تقريبا حوالي ثلاثة باكية من هاد لبودواغ ولا تقريبا يعني كل استر فيها عشرة حبات نقابلوهم هاكدا كل زوج معا بعد وبعد مباشرة نحطو طبقة من الكريمة اللي حضرناها تكون طبقة شوية خشينة نمشيوها كامل فوق هادوك لبودواغ هاكدا بهاد الطريقة كتشوفو يعني هادوك الحبات تعل لف خاس كيف شام يبانو يعني يعطونا دوق بززاف شباب وباش نزيدو لها تاني فلوق رايحة ناخد هنا شوكولات طلي أوبتلا رايحة نحطها في و لكن ما عندكم ش إنبوش تقدروا برك بالمغرفة ديرو شوية شوية برك من فوق انا فضلت ندير هاكدا بإنبوش نديرو خطوط هاكدا فوق هاديك الكريمة ويعني صدقوني الدوق تاع أوبتلا هنا في هاد التحلية هاد مع هاد الكريمة ليدرتها يعني يجي وحد الذوق والله يعني من أروع ما يأكل وبعد شوفوا البنت هنا بهذا البابي نعاون وروح بهذا الشكل هذا باش نغلق على هاد اللغول تاع نا اللي سميت أنا اليوم غول تيغامس بهذا الشكل هذا وبعد مباشرة نرفضوها بها وبالبابي ونحطوها هاكدا في سني ترتاح لحوالي أربع ساعات ولا للمجمد لحوالي هاكدا نص ساعة إلى أربعين دقيقة باش هادك الكريمة تمتم يعني تحكم روحها هاي لك هنا بعد ما خرجت ها أنا قطعت شوية ليدو كوتي من ومن باش يكون هاد لغول يكون عند شكل شباب درت لورش تعال لك كاول يعطاني منظر ودرت بها دي غوز من فوق كما قلت لكم انتو ما البنت نحيو شوية من الكريمة مقبل ما تدير هادك لأفخاز باش كيت بوشيوها راح لقيت هادوك تال لأفخاز ما يحصل لكم ش فلا دوي هادك ونزين وها بحبة تعليف خاز من فوق وهالك يعني تحلية عائلية عملنا بالذوق تأتي غاميس بدون جيلاتين بدون ماسكاربون يعني من اروع ما يكون وتجي خفيفة واللي ما عندهاش كيم اقول لكم الكريم فخاش طازجة عوضيها بغبرة الشانتي مع الحليب البارد وهنا لبنت رايح نشارك معكم هادشكيلة اللي رايح هنا امامكم اللي لحقتني من عند الباج انستغرام خيام ياسمينة اللي نشكرها على هاد الخدمة اللي رايح تدير فيها اللي رايح تفيد اكيد بزاف بزاف تعنسا وبزاف تع اخوات شوفوا وش تخدم البنات تدير هادا الطاجين الحلو يعني كامل وش يجي فيه اكو تشوفوا بسيف باش نفتح الباطة كل شرا هو يعني ما تحتاجيش طيبي هادا طاجين الحلو حيجيك هاكدا واجد داخل هاكدا بلارات ستيغيليزين معقمين غير فتحتني دربتني ريحت ما زهر وهذا هنا كامل رايح تشوفوا معايا شباح الصفرة تاني طيب صفيفر طيب ما شاء الله بألوان ويعني مشي ألوان بأشكال بأشكال مختلفة وهذا تاني التفاح اللي نزينو به طاجين لحلو حتى هو بيهبلو سيغو ديالو مام البلارات يعوكي ما قدكم يكون معقم يعني ممكن تحلو البلارات تحسو يعني بسي باش تفتحوها يعني يعطيها الصحة كاملة على وشا يدير دونك لأخوات اللي خدامات يمكن ما عندهم مش الوقت باش يطيبوا عندك عرضة وحصلتي دونك خيامة ياسمين رايح تسلكك هاكدا بهات التشكيلة هادي يعني مش برك فقط في شهر رمضان الكريم في جميع المناسبات حتى في العرس قدر ديلكم كمية كبيرة وانتم ما تجو برك تدوها شوفوها وليك شوفو التبسيط على الحم اللحلو لا عفو انت طاجين اللحلو هذا طاجين اللحلو باللحم شوفو كيف يخرج بهذا كتفح صفر بهذا كله سيغو تاني اللي كان نقيقي وكان يعني ما شاء الله شوفو واحد الالوان بزاف شابة درت لو الكيوي العين مام يعني حتى حبت تعليلو زم حمصين ويجو فيه مع الكبر كنت تعمري طبيصي تاعك وتزيني به طاولة رمضان ديالك ولا طاولة تاع الضيوف ويدا كنتو حبين يعني توصلكم هاد الاشياء هاد حتى باب المنزل انا خليت لكم هنا البنات رقم الهاتف خيام ياسمين يعني هي اللي تدير كامل هاد الشي هذا ويدا كنتو مثلا معروضين ولا مثلا عندكم عرضة في شهر رمضان الكريم في الصهارات الرمضانية وحصلتوا تاني واش تحطوا باش تزينوا الطاولة ديالكم ايد هاد التشكيلة هادي تاني راه متنوعة وتوالم مليح مليح معا شهر رمضان الكريم توالم تاني احتندها هادية في يدنا يعني دارت وحد تشكيلة ما شاء الله متنوعة وبزاف شابة انا وشو نقول لكم عجبتني بزاف بزاف لم الشكل ديالها يعني في طريقة التقديم وكيفاش قدمتها ولا من الذوق ديالها ولا من الالوان شوفو وش فيها كامل لبنات يعني غير حاجة تعتبناج حاجة اللي طلع لهم وغال دارت هاد النوقة بالكوكو بزاف بنينة كوكو هاد كمحمص دارت هاد شوكولة بالجوز يعني فيها مكسيرات وكامل دارت تاني هاد النوقة بالسمسم بالجلجلان دارت تاني هاد حلقومة اللي جاية معلكة بهاد الالوان بزاف شابين ودارت تاني هاد شوكولة اللي فيها تشكيلة تاع المكسيرات والفواكه الجافة هاد تاني عجبتني بزاف مليحة الدرارية يكلوها هاكدا حتى الشوكولة اللي استعملتها ستقوني تحسوك شوكولة على الخارج استعملت شوكولة نوعية جيدة بزاف ابنينا هني خليت لكم لبنات رقم الهاتف ديالها ورح نخلي لكم لوليان تعالى باج انستغرام تحها اذا كنتوا حابين تزوروها رح تشوفوا كامل وش دير تاني وعلى بالي رح تعجبكم بزاف بزاف شجعوا بنات بلادنا شاء الله هنقولها بالتوفق اهنا يا لبنات كنت صورت لكم هاد المقطع منقبل ولكن كنا هديك الدربة في فترة اختبارات كامل على بالي ما كانش الوقت شاركتها معاكم هن اديتكم معايا لرويبة لبنات للمحل تاع اوف وايت ليجاي فيرويبة ويني بيعو الحوايج كيما على بالكم انا نحب نشري بزاف الحوايج من عندهم الولادي لاني نلقى اللاج لقيس ولادي كيما يقولون بين 12 سنة و 16 سنة حتى 17 سنة هدا هو يعني دايما كيما نقول لكم اللاج اللي صعيب باش نلقا فيه الحوايج لجو قد وليدات نا باس كلو كان رحوا عند لي بيعو الحوايج تعدلالي صغار تلقا وهم يحب في 12 ولا 13 و دايما نلقا هم دايما ما يجو همش و دا كان رحنا عند لي بيعو الملابس الرجالية و الحوايج تع الرجال ما نلقا وش هذي كلاطاي 14 و 16 نلقا هم دايما شوي اكبر مي هنا عند المحل تاع اوف ويت لي جاي فرويبة او في الطريق الكبيرة هذي اللي تدي لرغاية البوم مردا و كامل اه نخلي لكم هنا البنات رقم الهاتف باش تفسروا كامل اذا كان معرفتوا شوي جاي المحل وهم رايح نيوجه وكم نخلي لكم ايضا لاباش تحهم انستغرام تاني باش تشوفوا كامل واش عندهم احد القول اللي انتح في صندوق الوصف وان شاء الله ما بقاش هذا رمضان يدخل علينا بالصحة وليهنا وم بعد العيد تاني انشاء الله نجوزه تاني بالصحة وليهنا انشاء الله ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودي حبيت نشارك معكم شوية لحويجات هكذا على كل حل محل يبيع يعني الرجال الكلاسيك يعني ما كانش حبوبة ما تلقواش في هاد المحل لم الكلاسيك ولم الباسكت ولا مصباب الكلاسيك ولم الملابس الدقلية تع الرجال يعني الكخافات اللي تخيكو تبو تاني يعني كي تجو للمحل صدقوني كوحين تقضي وكلش تلقا وكلش سواء الوليداتكم ولا حتى الازواجكم هنا البنات شوفوا هاد اللي جوكينج اللي جابوهم بزاف شابين فيهم بزاف الكولر كين تاني هادو ما تاني حاجة شوية خفيفة دمي سيزون عجبوني بزاف لوي فيطن شوفوا يجو هاكدا وفيهم تاني الكولر اللي كولر كامل شابين كين هاد اللي شميزي تاني دمي سيزون شور شميزي فست تاني شوية خشان ملاح يمكن يكون بارد شوية الحال دوك لجوارانا مع لبناش دانك هادو هوا هما كامل حواج دمي سيزون يعني اللي تول مو مع هاد الوقت هام لكتاني هاد اللي پل شوفوا بزاف شابين مم لكالي تخياتي برمي شو سلاع كامل تاعة الترك هاد اللي پل شوفوا معايا فيهم 4-5 كولر كين البلو سيال الباج لنوار لبلان شوفوا كيتخلطوهم ولا كيتزيدو لهم بانطالان تاع الجين يعني يخرجوا بزاف شابين مم لي بانطالان تاع الجين هادو ما فيهم بزاف لكولر هام لك هنا امامكم كين لك شغلي جوم قطعين شوية كين لك سمبل كين لك هاكدا بلي باش اهنا يا يعني كما قلت لكم اخواتي ركوا رايحين تلقوا كامل الادواء كين هاد لاتوني تاني لي بزاف شابة تهب اللبسة تعيد يعني حاجة بطبع الله يبارك شوفوا معايا فيها 3-5 يعني هما اللي داروهم هاكدا وخرجوا ما شاء الله فيها شوفوا البلو سيال هاديك لعفاس وكين هاكدا في النوار لوي فيتون تحبوا تديرو لها بانطالان شوفوا في الجين بلو ولا جين هاكدا في النوار تاني حاجة بزاف حطا وبزاف لكل كين مم الباسكت لوي فيتون لتخور جمعا كين هاد لبل تاني فيهم شحم الكولغ شوفوا كين ble بالغوز الموهم خياتي الكولغ راه مهنا امام كين هاد تاني شوفوا لحب حاجة simple بزاف شابين كين بلان كين نوار كين حتى البلو السيال هاد تاني تزيدو لهم دي pantalon يمشو معاهم هاد مالي جو بل بل شوفوا كين هاد في هاد لبل بل باش دار لها pantalon هاكدا بل بل باش هاكدا في الباش تاني خرج بزاف شباب يعني حاجة تعيد حاجة شاب عجبوني تاني هاد البنات شوفوا هاد ل pantalon كامل كان من 6 ع حتى 16 نسنا سي دي pantalon كشغل كلاسيك وممتان كشغل رايحين سوفت مو رايحين في لبسة تحهم وعند لحطة تحهم شوفوا يبانو سروال كلاسيك وهم ممتان كشغل سوفت بزاف بزاف حطا بزاف لكلاس ويعني ملح للدراري اللي مايحبوش سروال تعلجين وكامل رايحين بزاف هاي لم دراري حصو رايحين كون فوق طابل فيهم وسروال تعلجين تاني لبنات كاين وش نقول كاين لاطاي فان تويت يعني من الحجم الصغير نقول تقريبا من سيزان هاكدا كاين حتى للرجال كامل لاطاي كامل كبيرة وكاين كامل لكولغ لبنات اللي حبيتوا تستفسروا على الاسعار وكامل رقم الهاتف لبنات رايحو يجوز هنا امامكم ولا تقدرو يعني ترسلوهم من خلال صفحة هم تا انستغرام ورا هم رايحين يجاوبوكم هنا صورتلكم غير شو يمس العالي كاين المحل رايح كبير الله يبارك يعني كوتان لكالي تا القماش وتاني بخمي شو لبنات كاين هاد لبنات كما كتشوف فيهم معايا كاين اللي يجو بلا باش كاين اللي يجو سامبل كشغل القماش هم تا لطوال هام لك هنا كاين هاد هاد وما شف يبدو ملاط 38 حتى 56 يعني لرجال وللولاد اللي كون سمان وكامل هام لك شوف بخاتي كاين بلا باش وكاين هاكدا يجو سامبل كما كتشوف معايا حاجة كما قد كم بزاف شابة ولي كولغ كامل رهم متوفر سلا والتاع الجين وش نقول كم شوف كاين كما قد كم يبدو ملاط 28 حتى 42 وكاين كامل كولغ سامبل كاين مم لبنات كاين لي باسكات وش نقول كم وحد لي باسكات كامل يعني الادواق راهي كاينة لي باسكات تعدراري تعرجال ثاني يعني صورتهم لكم في بداية على فيديو سيختول لغيني لراهي داير حالة راه عندو قعلي موضل ويهبل كامل بزاف شابة انشاء الله لماذا المشرج الوليدة عن صحة تضرب دورة في الاخر نقول لكم تهلا في صحتكم وحبكم في الله في امان الله